اهلا بكم مشاهدين الكرام في متابعتنا للتطورات الحاصلة في العراق مع استمرار التظاهرات في بغداد والمحافظات الأخرى فقد شهدت التظاهرات فصلا جديدا بالتحاق أساتذة الجامعات والطلبة في الجامعات والمدارس في التظاهرات الشعبية ببغداد والمحافظات وأعلان الإضراب والاعتصام المدني المفتوح من أجل إسقاط النظام على الرغم من أسالي بالقمع التي لجأت إليها القوات الحكومية والميليشيات نرحب مشاهدين بضيفنا في الستوديو دكتور رافع الفلاحي الكاتب والبحث السياسي مرحبا بكم دكتور رافع أيضا سيكون معنا مشاهدين الكرام من المحافظة القادسية الناشط في تظاهرات الديوانية محمد سلمان كذلك أيضا سيكون معنا من الديوانية دكتور حليم هاتف نقيب الفنانين في الديوانية الناشط في التظاهرات في البدء نتابع إياكم هذا التقرير بخطا ثابتة تعود الحركة الطلابية العراقية إلى المشهد الوطني مدافعة عن حق العراقيين في حياة كريمة يعود الطالب العراقي ليقود المجتمع نحو التغيير والحرية والإصلاح وبينما يؤسس العراقيون لمرحلة جديدة تنهي حكم الفساد والميليشيات الطائفية وتمهد لعراق جديد عراق يقوم نظام الحكم فيه على أسس راسخة من الحقوق والحريات وسيادة القانون بينما يؤسس العراقيون لذلك لم يكن من المناسب أن يغيب الطلاب عن ذلك المشهد فخرجوا كما كان منتظرا ليعلنوا أنهم كما كانوا دائما في طليعة الحركة الوطنية العراقية طلاب كليات العلوم وطب الأسنان والصيدلة في جامعة بغداد خرجوا في تظاهرة مؤيدة وداعمة لانتفاضة تشرين ومطالبة بإسقاط النظام السياسي مؤكدين أن مطالب المتظاهرين في شوارع العراق تمثل كل العراقيين ولم يتخلف طلاب الجامعة المستنصرية في بغداد عن زملائهم فخرجوا في تظاهرة حاشدة معلنين انضمامهم للاعتصام المفتوح المطالب بإسقاط النظام طلاب المدارس قرروا بدورهم لانضمام لرقب الانتفاضة الشعبية فخرجت تظاهرات طلاب مدارس حي الخضراء وطالبات إعدادية الكرامة في بغداد لتعلن دعم طلاب المدارس لانتفاضة الشعب العراقي ضد سيطرة الفاسدين على مقدرات العراق ونهبهم خيراته وبحسب محللين فإن مشاركة الطلاب في الحراك الشعبي المناهد للنظام الحاكم في مجتمع مثل العراق يعني أن دماء جديدة تضخ في شرايين هذا الحراك دماء شابة فتية عصية على القمع الحكومي والميليشيوي كما يعني دخول الطلاب على خط الانتفاضة الشعبية أن ثمة موعدا للعراق يقترب مع لحظة الانعتاق من أسر الفساد والطائفية موعدا يعيد فيه العراقيون بناء المجد على أسس الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام ومعنا هاتفيا من مدينة الديوانية ناشط في التظاهرات من هناك محمد سلمان مرحبا بك محمد معنا أهلا بك أبنا العزيز أهلا ومرحبا بكم حياك الله يعني كيف وضع التظاهرات الآن في مدينة الديوانية حقيقة وضع التظاهرات الآن من بدل الساعة الثانية عشر والآن تظاهر حوالي يعني فيما يقول تقريبا خمس ثالث إلى ستالث تخرج مسوات جد في ساحات الاحتفام التي هي ساحة الساعة من الساعة الثانية عشرة بدأت هذه التظاهرات من الساعة الثانية الآن الجمعة جايزة أكثر والأعداء جايزة أكثر شارع المواكف من المدينة المتظاهرين من خلال المطاق خلال المطاق خلال المطاق الاعتصامات بدأت من البارحة تقريبا الأعداء من خمس ثاني إلى خمس ثاني إلى خمس ثاني إلى خمس ثاني إلى خلال المتظاهرين من خلال المطاق هل هناك تضييق هل واجهتم قمعا تضييقا من السلطات الحكومية من الميليشيات هناك حقيقة البارحة بدأت تقريبا حوالي ساعة الثانية إلى خمس ثاني شخص معتص بس قدرنا الساعة الحاة إلى عشرة يوم أصلهم صراحة جميعا متسانين والأعداء والقوات السلطات تحفل الورود ولا يوجد أي مشاكل بين القوات السلطات والمطاق الصوت كان متقطع كم شخص معتقال ذكرت محمد تقريبا خمسين إلى خمس ثاني شخص معتقال بس قدرنا الساعة إلى عشرة في السنوات قم نتكسلهم ونطلحهم كلهم يعني كلهم ضلعوا هناك قوات السلطات المتانجة الاشتعاف للتنمول لأعداء قصيرة طيب إذن هل تنسقون مع بقية المتظاهرين في المحافظات المجاورة أو حتى في بغداد مركز التظاهرات؟ هناك أشخاص وهناك ناشطين مدينين يذهبوا إلى بغداد لمتانجة أخوانهم لكن أي تنسق تنسير مع المحافظات الأخرى لا يوجد أن التظاهرات بدأت من حفظ شباب ففارغ غير تنسير كل محافظة غرجت بشبابها بهمة شبابها فلا تدس أي تنسيقات أي شخص يقول لك هناك تنسيقات بين المحافظات لا تدس إذن كل مدينة وكل محافظة تنسق فيما داخل هذه المحافظة فيما بينهم داخل المحافظة طيب هل ستنجح برأيك السلطات أو المليشيات في قمع التظاهرات وإيقافها كما لاحظنا الصور تريدنا من مختلف المدن في الجنوب وفي بغداد هناك قتلى جرحى بأعداد كبيرة حقيقة أن السوار سترى وحعمارهم من بين 15 سنة إلى 25 سنة هؤلاء شباب سوار يريدون أي لا يحظون سيلة للجموع لا يحظون الأطلاطات النارية وفي بيارات النارية جاءت تشوف حقيقة يعني نحن جاي سموهم جيد لسمون بلعك أثبتوا فعال كافر وأثبتوا أنهم يريدون أغفر والآن تشوفت مرة طبعا الآن تحق 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 تريب عن التظاهرات على موضف مع الضوت وفلك الخبر الآن كلهم يصيحون أخوان في النو الشيعة هذي الوطن المنفعة من قريب ومن المنفع من العبياء شعب والسرطة ويارس كل التظاهرات الآن لا كنية ولا شيعية نحن عربينين السوار جاي على مرحمة لا هناك طائسة ولا هناك أي شيء يجير على الطائسة بالعكد للشرطة تحمل الورود لدى السلاح والقواة الأممية والمتظاهرين النفسية إذن أنتم مصرون في الديوانية محمد السلمان بهذه الأعداد الكبيرة على مواصلة التظاهر والاعتصام يعني لن يتخلى المتظاهرون في أي مدينة عندما زملائهم في هذه الاحتجاجات أو التظاهرات حتى تحقيق أهداف هذه الاحتجاجات بإسقاط النظام إن شاء الله مستمرين وإن شاء الله بجمود عشيسة من الشباب مع بصفة الديوانية والمحافظات الأخرى وهناك أعداد كثيرة تتنزايد وفي الآن في وقت مغرب يعني المصروف نرجع للإيجاب بس الأعداد كثيرة تتنزايد ونأمل نأمل من أهل موناس في محافظة الجيوانية وفي كل العراء أن يسب تغطيتنا بالمعوناس المعوناس مثل الماء والأكل لأنه هناك تظاهرين حقاً لا يشعرون إلى نفسي دعا الملاغ إحنا قلنا نسميها سلاحة التحريرات الثانية اللي هي المحافظة نجل المحافظة قلنا نسميها سلاحة التحرير فاللي يقدر يساعدني ويجيب من المعوناس صراحي نقول لنا صاحة التحريرات وصلنا إلى خمسين شرطونة فائزات إلى خمسين لفظة على مدع شهر وغدا نعم طيب أشكرك إذن من الديوانية على هذه المشاركة ناشط في محافظة الديوانية في التظاهرات محمد سلمان أجد التحية بك دكتور رفع كاتب البحثي إذن دكتور بعد نحو أربعة أسابيع على انطلاق انتفاضة تشيرين لإسقاط النظام في العراق هناك كما تعلم مئات من الشهداء وآلاف من الجرحى إلى أي مرحلة برأيك وصلت الانتفاضة حتى الآن بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ نصير اليوم ربما حصل دخل عامل جديد في هذه التظاهرات الحقيقة هناك تغير كبير يعني حصل في توجه وفي نوعية هذه التظاهرات في نوعية المشاركين فيها تطور نوعي تطور نوعي كبير جدا هذا التطور النوعي يعني يمكن أن نتحدث عنه بدخول الطلبة إلى هذه التظاهرات ودخول الطلبة في أي مكان في العالم عندما تدخل شريحة الطلبة إلى أي تظاهرات في العالم تحدث فرقا كبيرا الفرق الكبير الآن سيأتي تباعا عندما تدخل الجامعات والمدارس والطلبة لأن هذا الجيل جيل الشباب جيل الذي يعول عليه لبناء المستقبل التظاهرات كلها شبابية صحيح والتظاهرات التي خرجت خرجت كلها من الشباب وغالبيتهم من طلاب المدارس وطلاب الكليات الحقيقة لكن أن تخرج الجامعات والمدارس بهياكلها بأسماءها من مدارسها من جامعاتها إلى الانضمام إلى التظاهرات والتغير الكبير هذا يعيدنا مرة أخرى وربما البعض يتساءل يعني ما الفرق الفرق حتى عندما تعود إلى التاريخ تاريخ العراق السياسي الحديث الطلبة عندما كانوا يشاركون في التظاهرات في كل تاريخ العراق السياسي الحديث من عام 1921 تأسيس الدولة العراقية لغاية اليوم وربما نمر على محطات سريعة فقط للتذكير يعني في عام 1928 دخلوا الطلبة في تظاهرات عارمة نجدة لفلسطين عندما زار العراق أحد دعاة الصهيونية أحد الشخصيات الكبيرة الصهيونية زار العراق فخرجوا المدارس وخرجوا الطلبة بتظاهرات كبيرة اضطرت الحكومة أن تبعد لهذا الشخصية حكومة تحت الاحتلال البريطاني نعم في عام 1948 كنا نتذكر هذا التاريخ كانت معاهدة بورتسموث والطلبة كانوا هم عماد التظاهرات هم من خرجوا وأسقطوا المعاهدة وأسقطوا الحكومة في وقتها وقدموا الشهداء وكان جسر الشهداء في بغداد سمي جسر الشهداء في بغداد ونسقطوا عليه الشهداء في تلك الحادثة يعني واجهوا الشرطة وكانت يعني تعرضوا إلى رصاص الشرطة والجهزة الأمنية في ذلك الوقت وقدموا شهداء وكانت مظاهرات عارمة في عام 1952 أيضا بدأت في كلية الصيدلة في بغداد عندما رفضوا يعني انضموا إلى الأحزاب وكان هناك اعتراض على الوضع السياسي الحالة السياسية في العراق والأحزاب وقانون الأحزاب وخرجوا الطلبة في تظاهرات عارمة أسقطوا الحكومة أيضا وأسقطوا كل القوانين اللي كانت الحكومة تفعلها في ذلك الوقت في عام 1956 عندما حصل العدوان الثلاثي على مصر خرجوا أيضا الطلبة وكانوا عماد التظاهرات أحدثوا فرقا كبيرا في السياسة الداخلية العراقية وهكذا كانوا الطلبة يعني نشاط الطلاب مؤثر مؤثرين جدا نعم في كل البلدان العربية في كل البلدان العالم الطلبة عندما ينزلون إلى الشارع وهذا هو التغير النوعي الآن عندما ينزل الطلبة إلى الشارع هناك المعادلة اختلت يعني بين الدولة وكان خلال الأيام الماضية تعتقد هذه الحكومة وجزتها الأمنية أنها قادرة أن تقمح هذه التظاهرات عندما ينزل مع كل القمع مع كل المئات من الشهداء اللي قدمهم المتظاهرين خلال هذه كل الأيام من 11 لغاية اليوم هي مستمرة رغم توقف بعد 8 أيام عودتها في 25 لكن كانت جزء منها كانت الاعتقالات مستمرة بعد تلك الفترة كان الاستهداف مستمر فإذن التظاهرات نستطيع أن نقول أنها لم تتوقف يوم 25 انطلقت بهذا الزخم الجديد وما زالت عارمة الآن هذا التغير الجديد التغير النوعي ودخول الطلبة أحدث فارق كبير جدا جدا هذا لأسباب كثيرة أولاً للمساحة الواسعة وأعداد الكبيرة اللي يشغلوها الطلبة ثانياً أن الطلبة في الجامعات والمدارسة نعرف طوال 16 سنة من عام 2003 لحد الآن كانت كل القوى الميليشية وكل القوى الطائفية كل القوى الحزبية التي تحكم العراق تستهدف هذه الشريحة تستهدفها بالتغيير الفكري الأيديولوجي صحيحة هناك شحن طائفي هناك حتى بمناهج التعليم فكانوا يعتقدون أنهم سيطروا على هذه الشريحة سيطرة كاملة ولا يستطيع أحد ولا يمكن لأحد أن يفكر بالخروج يعني ضدهم وبالتالي اليوم هذه مفاجأة كبيرة جدا جدا أحدثت مفاجأة كيف حدثت دكتور برايك هل كان هناك تنسيق بهذه المجامع الكبيرة من الطلبة في مختلف الشرع كما تفضلت جامعات ومدارس أنا يعني أستاذ نصير السبب الرئيسي فيما كل ما يحصل للعراق هو الظلم الذي تعرض له المواطن العراقي هو الضيم هو القهر هو الإذلال المواطن يحتاج إلى وطن اليوم قرأت لافتة من الطلاب يعني يدعوهم إلى الدوام واحدة من اللافتات تقول ما حاجتنا إلى الدوام وليس لدينا وطن يعني نحن نحتاج أولا إلى وطن حتى نذهب إلى الدوام للمدارس لا نحتاج إلى المدرسة الحقيقة طوال هذه السنوات كان التعليم في أسوأ حالاته صحيح والعراق خرج حتى تصنيفات تصنيفات التعليم صحيح وعندما سئلوا لماذا لم تضعون نسم الله قالوا ليس في العراق تعليم وحقيقة هذه والتصرب من التعليم والقضية رهيبة التعليم في العراق فبالتالي وهناك أدلجة هناك أحزاب تعمل هناك قوى طائفية تعمل على المدارس وعلى الطلاب وفي كل الأماكن وهناك فساد وخراب ذلك أن يخرج الطلبة بعد كل هذا القهر كل هذا العمل كل هذه الترتيبات أن يخرج هذه المجامع من الطلبة هذا يشكل مفاجأة يعني قاهرة الجيل دكتور الذي يعول عليه مستقبلاً في رسم مستقبل هو هذا الجيل هذه المظاهرات ربما ما يميز أنه هذا الشباب الشباب اللي يخرج من 15 سنة إلى 25 سنة هذه الأعمار الأعمار هذه التي يعول عليها أن تمسك الحاضر والمستقبل لذلك هذا الجيل اللي كانوا يعتقدون أنهم قد أدلجوه قد يعني ملكوا عقليته وجوارحة خرج ليقول أنه جوارحة وعقليته للوطن فقط ليس طائفياً ليس مؤدلجاً غير حزبي لا يقبل بأي أطر وضعتها هذه الحكومات وهذه الأحزاب التي تحكم العراق من عام 2003 لحد الآن حاولوا أن يتهموه يعني قالوا عنهم بعثية قالوا عنهم معرفة يعني هل تستطيع الآن أن تقول أنه هاي طلاب المدارسة الابتدائية اللي أعمارهم لا تتجاوز عشر سنوات واثنائج سنة وثلاثنائج سنة هؤلاء يعني هم من البعثية هم دواعش لا تستطيع أن تقول أو طلاب المتوسطة والثانوية والجامعات اللي أعمارهم غالبيتهم جاءوا بعد الاحتلال صحيح يعني كان ربما عمره بأيام الاحتلال في عام 2003 خمس سنوات أو سنوات أو عشر سنوات نعم لا يفقه يعني حتى نظام السابق وشكل النظام السابق والبعثية ليس له علاقة لكن بكتور رافع برغم ذلك يعني هناك تصريح لوزير التربية يعني ما معناه عدم مقحام الطلبة في ما يحدث الآن هذه واحدة من المضحكات الموكيات يعني عليها أن تخجل من هذا التصريح يعني طوال ستاعة سنة أنتم بحثوا عن التعليم ماذا فعلتم بالتعليم ماذا فعلتم بالطالب العراقي والمعلم العراقي وكيف وصل مستوى التعليم ما هي مخرجات التعليم هذا المتسربين من هذه المدارس شكل المدارس شكل التعليم في العراق شكل المناهج شكل التربية في هذه المدارس الآن تتحدثين عن تتحدث عن أدلجة أي أدلجة وصلت الأدلجة في المدارس إلى حالات غريبة عجيبة لذلك الآن الدهشة تسكن عقول وقلوب وتصورات كل هذه الأحزاب وقواها الحكومية الآن لأنهم كانوا يعتقدون أن هذه الشريحة قد تم السيطرة عليها انتهت القضية يعني أبعدوا هؤلاء أن يخرجون بهذه الطريقة تخرج كل المدارس الآن لتساند المتظاهرين وعطفال يطالبون بسقاط النظام ويفهمون هذا وعي وانتماء للوطن الآن من هذه الشريحة هذا جيل لن يستطيعوا أن يفهموا قدراته العقلية وتذكيره ورؤيته هذه واحدة من مشكلاتهم ليس مشكلات الشعب هذه واحدة من مشكلات هؤلاء الذين يحكمون العراق هؤلاء الجهلة لم يستطعوا أن يفهموا هذا الشعب يعتقدون أنهم روضوا الشعب وهذا الشعب لا يروض شعب العراق لا يروض هؤلاء الشباب إذا لاحظت الأفلام اللي عرضت يعني يوم أمس وغير هذه اللي تصورهم وهم في ساحة التحرير وغير أماكن البعض يعتقد أنه هؤلاء يعني مستهترين بالموت لا هم يحبون الحياة هم يعشقون الحياة لكنهم أمام أمام مواجهة ليس فيها تراجع هم هكذا هذا تصميمهم وهذا التفكير المنطقي اللي لا يستطيعون لا تستطيع هذه الحكومة ولا حزابة ولا عادل عبد المهدي اللي في كل يوم خارجنا بخطاب يضحك بي على نفسه لا يستطيعون أن يفهموا هذه القضية ذلك يتحدثون بطريقة غريبة عجيبة يحاولون لساق التهم يحاولون تضليلهم جرهم إلى ساحات أخرى وعود نعم كذا تعالوا نتناقش تعالوا نتحاور رئيس مجلس النواب يجلس وهو يعني محيط نفسه بمجموعة من جماعته لكي يوحي لنا بأنه يتحاور مع المتظاهرين وهكذا الموضوع لكن هناك وعي دكتور من هذه الشريحة هذا هو هذا الأساس رفضوا أي مشاركة من أي سياسي أو برلماني لقحام نفسه في هذه التظاهرات الشعبية هذا جزء من هذا التفكير اللي هما لم يفهموا من هذا الوعي اللي ارتفع منسوبه بشكل وأعلن عن نفسه في هذه التظاهرات وعي غير طائفي لا يتحدث بطائفية ليس لديه إلا العراق وليس لديه إلا أن يبني حاضره ومستقبله يطالب بحياته هذه القوة أرادت أن تسحب باتجاهات أخرى مذهبية طائفية سياسية تخويف إرعاب لم تستطع الحقيقة لم يستطيعوا وهذه عبارة ركوب الموجة اللي يعني تداولها الكثير هذه الأيام فعلا تنطبق عليهم يعني حاولوا ركوب هذه الموجة لذلك إحنا كنا نقول أنه هاي التظاهرات موجات صغيرة صغيرة وتكون من عندها الموجة الكبيرة الآن بدأت تتكون الموجة الكبيرة في العراق عندما يخرج الطلبة إلى الشوارع بدأت ملامح الموجة الكبيرة تتكون هؤلاء لا يدركون أن الموجة قادمة أسرع مما يعتقدون عندما ينزل الطلبة إلى الشارع لا بيان وزير التربية ولا أي بيان آخر يمكن أن يوقفهم تهديدات أدلجة هذا الكلام هذا يعني معيب على هذه الحكومات التي أرادت أن تؤدلج المجتمع بطريقة و بأخرى هجرت الناس بعدت الناس مزقت المجتمع عشاعة الطائفية السرقة الفساد صار البعض يتفاخر بأنه فاسد في هذا المجتمع المجتمع العراقي الطيب الجميل الذي كان يرتكب خطأ بسيط يستحي من نفسه واستحي من أهله واستحي من شارعه واستحي من جيرانه وصلوا الناس إلى حالة أنه الفساد يخرج على شاشات الفضائيات يتكلم أنه فاسد لا يستحي لا يستحون حتى من الفساد أرادوا أن يجعلوا الفساد ثقافة في المجتمع أرادوا أن يجعلوا النهب والخراب والانتماء إلى الخارج ثقافة لكن الآن الثقافة الوطنية وين ظهرت ثقافة الشباب الصغار لذا الطلبة نعم يريدون وطنهم يريدون وطن يقول لك أنا ما قيمة الدوام ما قيمة أن تخليني بمدرسة وجامعة وأنا ما عندي وطن أنا أريد وطن حصل لي الوطن وبعدين أنا أروح أداوم بالجامعة حتى أبني للوطن فهمهم إدراكهم الهدف واضح أمامهم لكن دكتور هناك وسائل شتى استخدمتها قوى السلطة لاستثاف هذه التظاهرات إيقاف عجلتها قمعها بإغلاق مثلا مكاتب وسائل الإعلام العربية والعالمية لحجب الصوت عن الرأي العام العالمي لكنها تصل يعني رغم حتى قبلها قطع الانترنت والرأي العام العالمي يعني ندد بذلك وضغط على الحكومة عاد الانترنت ولو بشكل ضعيف كيف تصف هذه الممارسات دكتور إغلاق مكاتب القنوات الفاعلة التي تنقل من البلدات سيد نصير جزء من غضاء هذه الشرذمة اللي حكمة العراق من عام 2003 لحد الآن أنه هي اعتقدت أنها بسيطرتها أنه هناك قوى عسكرية وعيد الضاربة قوية أنها استطاعت أن تروض الشعب وإفقار الشعب وتجويعه يكسر إرادته هي فكرت هكذا كسر إرادة المواطن العراقي بإفقاره بتجويعه بجعله تابع ذليل هكذا كانت تعتقد وكانت تعتقد أن لديها قوى أمنية وقوى استبداد وقوى ضغط وقوى تنزلها للشارع قادرة أن تقمع أي شيء هذه الفكرة فكرة حقيمة وفكرة تنوم عن غباء الشعب عندما يتحرك لا تقف أمامه أي قوى لذلك جزء من هذه فكروا فيه أن يسحبوا العراق إلى الظلمة أن يغلقوا القنوات أن يغلقوا أي وسائل اتصال إنترنية لكن هذا من الغباء عندما تقطع هذه فترة الصمت هذه ستجعل الآخرين أيضا يتساءلون لماذا هذا الصمت في العراق هناك إذن كارثة في العراق والكارثة ستخرج وهذا الشباب الذكي القادر أن يتعامل مع الموت بهذه الطريقة يتصارع مع الموت صراع مع الموت من أجل الحياة ألا يستطيع أن يجد وسائله الذكية لإيصار رسالته يستطيع فلذلك لا يمكن أن يقمعوا هؤلاء يعني الذين يحكمون العراق اليوم ومن خلفهم من الغباء أنهم لا يدركون أن هذا الشباب خارج هذا الإطار الفكري الرث الذي يعيشون به هؤلاء عقول متفتحة بصيرتهم واضحة قدراتهم قلوبهم بيضاء خطوتهم واثقة على الأرض الحقيقة وهؤلاء قادرين أن يوصلون الرسائل رسالة بعد رسالة إلى العالم كله وإذا العالم الآن وهو ما يحصل إلا العالم الآن في سبات عن العراق طبعا لا يتحدث عن العراق بهذا الأعداد من الضحايا الكبيرة يعني لم يحصل في أي تظاهرات أخرى يعني واحد بالمئة مما حصل في العراق في أي بلد لقامت للدنيا ولم تقعد ووكالات الأنباء تنقل لكن في العراق الهراوة الأمريكية والهراوة الإيرانية ومثال بسيط في لبنان الآن يعني لأن هناك ضحايا نعم هذا في كل العالم لكن في العراق الآن لكن سيجبرون وهذا جزء من غباءهم هم يعتقدون أنه مرور الوقت لصالحهم لا مرور الوقت لصالح المتظاهرين لصالح الشعب العراقي هذه التظاهرات اعتقدوا من أول يوم قادرين يقمعوها لم تقمعوا وصلنا إلى الحد الآن الطلبة نزلوا إلى الشارع وغدا ستنزل كل فتور بحسب الأخبار منذ البارحة واليوم إنهاء في الساحات الرئيسة خاصة في بغداد إنهاء هذا الاعتصام ربما دكتور حاولوا تكرار ما حدث في الساحات منذ عام 2011 بمجازر حيث قمعت في هذه الاعتصامات في الساحات كما هم أستاذ ناصير يعني ليس لديهم قلناها أكثر منهم ليس لديهم إلا اليد الباطشة إلا اليد الأمنية هذه اليد الاستبداد نعم وتفكيرهم من صبح حولها والآن خطتهم بهذا الاتجاه هم يعتقدون أنه قادرين أن يقمعون هذه حتى لو ارتكبوا مجزرة ارتكاب المجزرة ستهيج الشعب كله هذه القضية هم يعتقدونها سهلة هذه من أخطر القضايا وتاريخياً والذي يراجعوا تاريخ كل الشعوب سيجدون أن الخطأ الكبير الذي ارتكبته كل السلطات عندما قمعت الشعب وإذا بالشعب يثور كله الشعب الآن الشعب العراقي الآن من نزل الطلبة غداً وبعد غد وستنزل الأمهات وينزل الآباء كل الطبقات ستنزل هذا الشعب هي هذه تكوين الموجة أنا قلت الموجة الكبيرة قادمة هي هذه الموجة الكبيرة مهما قمعوا يوم أمس كانت المحاولات طوال الليل مستمرة لإزاحتهم عن ساحة التحرير فقط لإزاحتهم عن ساحة التحرير استخدموا ربما مئات أو ربما آلاف القنابل المسيلة للدموع استخدموا الرصاص القتل لكن شهدنا أصرار غريب عجيب على الحياة على الحياة مو على الموت البعض يعتقد يقول أنه هؤلاء باعين لفسهم لا هؤلاء اشتروا الحياة يريدون أن يشتروا الحياة هؤلاء الشباب الصغار الجميل يريد أن يشتري الحياة هو يعني مؤمن بالحياة عاشق للحياة يريد أن يبني يوم وغد فلذلك تجده متمسك بالأرض الذي هو يعتقد وهو صائب أنه هذه الأرض أرضه مو أرض هؤلاء الذين يحكمون وهؤلاء يعني سيذهبون وهؤلاء فاز دين خربوا شيء طوال 16 سنة هو يراقب لا يجد شيئا يجد فقر بؤس مذلة إهانة شعارات كاذبة نهب تدمير للإنسان تدمير للتعليم للصحة لكل شيء إثراء على حساب الناس إفقار للناس وإثراء للبعض هذه المعادلة هناك اليوم في العراق طبقة صغيرة ثرية بشكل فاحش جدا وفقر مدقع وتكلم صندوق الدولي صندوق الغذاء العالمي عن 35% بالعراقين من الجياح في بلد هذه كل ثرواته و35% أكثر من ثلثة الشعب العراقي جياح جياح بمعنى ليس لديهم لقمة الخبز يعني يفتشون في المزابل عن لقمة الخبز هذه كارثة في هذا البلد ويقولون لماذا يخرج الشعب تعالوا نتفاهم على ماذا يتفاهم هذا الشباب وعى أنه التفاهم مع هذه الحكومات غير مجديد لأنه لو كانت تريد أن تفعل شيئا لكانت فعلته قريب 18 سنة صحي كانت فعلت كانت بنت كانت قدمت خدمات كانت قدمت مدارس جيدة جامعات جيدة لذلك الآن الإصرار الشعب على التغيير واللا رجع بعد التغيير هم يحاولون الآن ربما ربما هذه القضية التي في ذهنه أن تغيير الحكومة هذه الطبقة السياسية قد يصلون وهذا خيارهم الأخير نعم يصلون إلى الخيار الأخير أن نغير عادل عبد المهدي نأتي بآخر من هذه الشلة نفسها وتنزل القوات هذه مكافحة الإرهاب ما أعرف منه مكافحة الشعب كل هذه لتقمع الشعب بحجة أنه غير الحكومة عودوا إلى بيوتكم وانتظروا ماذا ستفعل هذه الحكومة الجديدة وبالتالي يشترون وقتا لكي يرتبوا أوضاعهم بالاعتقالات بالتنكيل بالخراب بقطع الطرق بأي طريقة بالعمل مرة أخرى لكسر إرادة الشباب هذه لن تحصل هذه المرة هذا أيضا جزء من غباءهم حتى لو غيروا الحكومة حتى لو غيروا هذا القضية الآن الشباب متجه لأن يزيلهم يزيل كل هذه الطبقة الفاسدة لذلك من أول يوم هتفوا إسقاط النظام وهذا هذا الحقيقة والآن اليوم شاهدت أطفال يرددون نفس الشحارات هذا ما يميز هذه التظاهرات والاحتجاجات أيضا دكتور فضلا عن ما ذكرت من هذه الحركة الطلابية التي شاركت في هذه التظاهرات هناك مشاركة للنقابات المهنية نقابة الفنانين نقابة المحامين ما الذي سيغيره ذلك في مسار هذه الانتفاضة الشعبية هذه النقابات تمثل نخب تحدثت عن فنانين تحدثت عن محامين تحدثت عن نقابة مهندسين نقابة أطباء نقابة صيادلة هذه تجمع لنخب ألمية وثقافية نخب عقلية وثقافية وفنية في المجتمع هذه عندما تساند التظاهرات هذه تعطي حيوية وحرارة وقدرة على تصويب الاتجاه وعلى زيادة الزخم والدفع باتجاه تكوين هذه الموجة الكبيرة اللي ينتظرها في العراق العراق ينتظر هذه الموجة لكي يتحرر من أسره ولا أحد يحرر العراق من أسره إلا أبناءه وهؤلاء هم أبناء هؤلاء هؤلاء الشباب الصغار الجميلين ذول اللي سقطوا شهداء ونترحم على أرواحهم في هذا اليوم يعني هذا الشباب الجميل اللي هذول صغار اللي يسوقون هذه السيارة اللي سمت توك 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 نعم بطريقة غريبة عجيبة وهم يحتاجون إلى يعني الأموال لكي هذه السيارات أو هذه العجلات هذه اشتروها ربما بالدين لمساعدة آئليهم للبحث عن حياة يعني بحث عن رزقهم الآن يستخدموها لاحظوا يستخدموها أصحافات ويستخدموها اللي نجدة وببطولة ورجولة وهذا هذا شعب حيوي شعب يحب الحياة البعض أنا قرأت بعض المقالات العربية مع الأسف حدا أنه شعب لا يحب الحياة يرمي نفسها بالموت لا هذا الشعب الوحيد اللي يحب الحياة هذا الشعب العراق هذا يحب الحياة الآن وضع نفسه بالمقارنة بأن أن يموت يبقى ميتا وإرادته مكسورة أو أن يثور لكي يصنع الحياة هو يصنع الحياة العراق الآن وهي هذه الجملة المهمة العراق يصنع الآن من جديد في يدها أو لا هذه الحقيقة العراق الآن يخرج من رحمة الألم من رحمة المعاناة ليصنع من جديد هؤلاء يصنعون العراق من جديد وتحدثت في البدء دكتور عن التاريخ هذا مسار كل الثورات التي حدثت في العراق والوطن العربي لابد أن تكون هناك تضحيات لكي تحقق الثورات أهدافها هذه الحقيقة يعني لا يمكن أن تذهب إلى طريق وتحقق أهدافك بدون أن تقدم تضحيات حتى على مستوى الطالب طالب عندما يدرس وينجح ويحصل على معدل عالي ويدخل كلية ويتألق في المجتمع هذا هو يقدم تضحيات قدم تضحيات في ساعات الدراسة التي قضاها في ساعات التي ضحبها بالنوم براحتها بإقحام نفسها بكتب معينة بالقراءة بالمتابعة بالحرص على كلها تضحيات كلها جزء من التضحيات وأنت متحدث عن وطن الآن التضحيات كبيرة أنت تتحدث عن وطن متعرض للأسر من عام 2003 دعك من حديث عن نظام سابق ونظام لاحق هذه القضية سخيفة وما عادت ما عادت الآن نتحدث عن بلد يذهب إلى الهاوية دفعوه إلى الهاوية بأفكار وبأيدولوجيات وبفساد وبخراب وبشعارات وبتضليل كاذبة كلها نعم بعد 17 سنة ظهرت كلها كاذبة الآن الشعب يطلع حال الشباب يطلع إلى دول الدنيا عايش برقي وباحترام وتحصل على كل شيء المدرسة الجيدة والجامعة الجيدة والمستشفى الجيدة والشارع الجيد والمعمل الجيد هذه كلها غير متوفرة في العراق وخرج المطالب بحقه بكل سلمية نعم وهو يفكر أيضا يفكر ما الذي ينقص العراق إذا كانت أموال العراق بلد الثروات إذا كانت واحدة من الثروات العقول العراق بلد العقول نعم مناخة أرضة كل شيء مهيئ إليه لماذا لا يكون العراق متميزا في هذا هؤلاء الذين حكمون العراق هؤلاء الذين ارتبطون بأجندات تريد من العراق أن يبقى مخربا ضعيفا مطية للآخرين مطية لإيران ومطية لأمريكا والعمون ولكن هناك وعي حتى بثرواته وبفكره هذه الشريحة دكتور كما شهدنا في جميع المقاطع والصور التي تنقل سواء من الوسط أو الجنوب هناك وعي جماهيري خصوصا من هذه الشريحة كما ذكرت كفرت بهذه التبعية التي ذكرتها وشعارات واضحة برفض هذه التبعية ضد إيران وكيف تفسر هذا الوعي الجماهيري لدى هذه الشريحة أولا هذا الوعي تولد من هذه المعاناة هذه واحد وعندما يقارنون هالشباب اللي خرجوا بالتظاهرات دائما يقارن عقلية ورؤيتها بعقلية من يقف الطرف الثاني مضاد إلى عقلية ضحلة سأعطيك مثالا مثالا بسيطا ربما دعك من خطابات عادل عبد المهدي ومعرف منه والمالكي والخزعلي والعامري كل هذه الخطابات الفازدة والتعبانة يقف قائد شرطة البصرة رشيد فليح رشيد فليح يتحدث أنه مجموعة المتظاهرين هؤلاء تمولهم السعودية الإمارات وإسرائيل تطيموا فلوس ويحلف يمين أنه هو شادم كلام معيب كلام معيب ذولا اللي خرجوا ذولا الشعب التعبان هذا شعبك هذا شعبك هذا اللي يعاني من الجوع ومن الألم من البطالة من القهر من التعليم السيء من ال يريد أن يجد فرصة للحياة يخرج أن تتحدث بهذه الطريقة ودعا إلى قمعهم أيضا نعم ومارس القمع يوم أمس خرجها بفرية أخرى أن هؤلاء داعش دواعش وما عرف شنو استوطنوا وسووا مظايف مظافات وكذا أي داعش أي داعش عيب هذا الكلام من جتهم هذه داعش يعني مثل مثل هذه السيارات المفخخة اللي كانت تخرج من الفلوجة والفلوجة محاصرة نعم محاصرة بخمس فرق والمسافة بين الفلوجة والبصرة ستمائة كيلومتر ويقولون أن السيارات خرجت من الفلوجة اللي تتفجر بالبصرة من يعقل هذا الكلام المعيب الذي لا يعني يعني حتى المخدر ما يحكي لكنهم يعتقدون هذا استهزاءهم بعقول الآخرين طيب هذه شنو يعني مركبات فضائية طارت من الفلوجة طيب وين قواتكم الأمنية والآن نتحدث هذا أنه دواعش طيب شنو لعت فائدة مليونين ونص جندي وشرطي وصباطعة جهاز أمن بالعراق شنو فائدة صباطعة جهاز أمن إذا أنتم ما تقدرون تقطعون الطرق أمام الدواعش وغيرهم الإرهابيين ويوصلون إلى البصرة حتى يقيمون مظاهرات طيب وبالبصرة قاموا المظاهرات الدواعش بالديوانية هم الدواعش بالكربلة هم الدواعش بالنجف هم الدواعش بالناصرية هم الدواعش في بغداد هم الدواعش كذبة معيبة هذا المواطن عندما يخرج عندما يعاني يسمح هذا الكلام يقول كيف أرضى لنفسي أن يحكمني واحد بهذه العقلية ويقول أنا مسؤول عن أمنك وعن صيانة أمنك هذا لا يستطيع أن يصون أمن روحه كيف يستطيعني أن يحافظ على أمن الناس وأمن الوطن وأمن المحافظة كيف؟ وهو يتحدث بهذه العقلية المعيبة الطائفية المخيفة يتحدث عن الناس هم أهله هو أقرب الناس لهم مدير الشرطة أنت جئت موظف عندهم لخدمتهم لخدمة أمنهم لتحقيق الأمن لهم أنت مو موظف عليهم أنت موظف لديهم هؤلاء يستطيعون أن يقيلوك هذا الشعب فهمهم ولا يفهمونه عادل عبد المهدي موظف عند الشعب وهذه الحكومة والبرلمان وهو أعرف منه بعض القوى أيضا مثال آخر هذه القوى التي سمت نفسها الآن مثل السائرون معارضة معيم هذا الكلام ضحك الناس عليكم شنو معارضة؟ تريد معارضة وتشارك أنت عندك وزراء بالحكومة وأنت جزء من الحكومة وأنت مشكلت الحكومة وأنت لديك في البرلمان شنو معارضة؟ معارضتياش وأنت لديك محافظين ومعرف منه ومحاكم ومدرع عامي شنو معارضة؟ على من تضحكون؟ معارضة شنو؟ معارضة لكن الكل ونعود مرة أخرى إلى هذه العبارة اللي يتداولها الجميع ركوب الموجة يحاولون أن يضمنوا غداً هم يعرفون أن التغيير قادم لكن يريد أن يضمن لنفسه مساحة بالتغيير القادم ولا يدرك أن الشعب أذكى منه ويعرف الآن كل هذه التفاصيل وسيدوسهم بالأرجل يعني يوم أمس الحكومة أي عصيان مسلح هو من يحمل السلاح؟ هو الشعب شار السلاح وسوى عصيان مسلح الشعب طلع متظاهر درشي للعالم وما عنده ولكن هناك حملة أمنية دكتور محمومة من السلطات الأمنية والميليشيات كما ذكر قبل قليل أيضا من الديوانية الناشط هناك اعتقالات أمسفية ديوانية هناك أيضا في الناصرية اختطاف أربعة عشر صحفيا ومدونا هل ستخمد هذه الحملة الأمنية والاعتقالات هذه التظاهرات؟ أبدا أبدا هذا الجزء هذا الجزء من غباءهم جزء من عدم قدرتهم على فهم ما يريد العراق فهم حتى فهم قدراتهم هم على التعامل مع العراق هم يعتقدون لديهم قدرات على قمع العراقيين وعلى كسر إرادته وهذه غير موجودة غير موجودة هم يلعبون بالوقت الضائع نعم وقت الضائع انتهت الفرصة التي أعطاكم إياها الشعب خلص يعني حتى فوق الوقت الضائع انتهت لذلك عبد المهدي قال إن ما يحدث سيقود إلى الفوضى يعني هل تستشعر هذه القوة السياسية أن انهيارها بات قريبا؟ لاحظ ربما هذه العبارة نشكرك لأنها السؤال لأنه طوال هذه الفترة وكل الأنظمة الاستبدادية اللي خرجت عليها التظاهرات كان يقولون نفس الكلام نعم لو إحنا يعني إما أن نكون نحن أو البديل نترى الفوضى والخراب هؤلاء أيضا تمثلوا بالآخرين ويقولون نفس الكلام ويدركون من غبائهم من قلة وعيهم أنه العراق في فوضى من عام 2003 لحد الآن نعم عن أي فوضى تتحدثون ما هو العراق الآن الناس خرجت لأنها ضد الفوضى نعم لأنها ضد الخراب أنتوا تقولون للناس إذا إحنا ما نبقى سيكون الفوضى والخراب ما هم خرجوا لأنه فوضى وخراب ولا دولة ترى خروجنا يعني لا دولة وليش بالعراق دولة؟ هل هذه دولة في العراق؟ هل معايير الدولة تنطبق على العراق؟ هل هذا العراق دولة؟ لا سيادة لا وصلت في حالات معينة ثلاثة أرباع العراق لا تحكمه الحكومة وتحدثون عن دولة وسيادة ومستقلال إيران مسيطرة على كل الأماكن وتتحكم باتخاباتها وتتحكم بكل شيء والسفارة الإيرانية تتحكم بالوزير الفلاني وتعين الرئيس الوزراء وتعين المدير العام وتصل بالتعين إلى الموظف الصغير إلى حتى فراش البناية وهذا تتحدث لي عن دولة وأمريكا وقواعدها وانت تتحدث لي عن سيادة ودولة ولا دولة ولا اقتصاد ولا زراعة ولا صناعة ولا نفط ولا ثرواتك مرهونة وكل هذه المليارات وانت ديونك غارق بيها وعندك بطالة أكثر من 40% ثم يخرج عبد المهدي ليتحدث عن خفض رواتب رؤساء الدولة وماذا ستفعل هذا؟ ماذا سيفعل هذا؟ هل سيفتح المعامل؟ هل سينعش الزراعة؟ أنت تحتاج إلى خطب تنموية أنت تحتاج إلى صناعة وزراعة لكي توظف هذا الشباب لكي تفتح الباب أمام هذا الشباب ليبني بلده هؤلاء خرجوا لكي يحصلوا على فرصة لبناء بلدهم هؤلاء الذين يحكمون العراق يعني الآن الشعب واثق أنهم لا يستطيعون أن يبنوا شيئاً هؤلاء جاءوا للتدمير لذلك يريدون نزاحتهم لكي يحصلوا على فرصة لبناءهم هم يبنون البلد هذه الشريحة من الشباب قادرة أن تبني البلد قادرة أن تصنع بلداً جديداً قادرة أن تصنع المستقبل حاضر المستقبل لذلك هذا ما يحصل إذن بكتور في كلمة أخيرة ما الذي تقوله لهؤلاء الشباب الذين خرجوا وكما ذكرنا اليوم هناك تطور نوعي في هذه التظاهرات وهو خروج الطلبة والشباب عموماً في هذه التظاهرات الحقيقة أنا مريضة أقولها ليس أقولها للشباب لكن أنا أقولها لكل العراقيين أنا أقولها للأمهات والآباء لكل العراقيين أخرجوا ساندوا هؤلاء الشباب لا تتركوهم وحدهم تركهم وحدهم يعرضهم للقتل للخطوف للإعتقال يكونوا اللقمة هم حشاهم يعني هم يقاومون لكن لا تتعبوهم أخرجوا معهم كلما ازداد العدد كلما حيتم السلاح ضدهم كلما ازدادت التظاهر التساعاً وكبرت الموجة كلما فقدوا الآخرين فقدت هذه السلطات قدرتها على المواجهة كل الشراء احتدوا نعم أنا أدعو كل الشراء شوك العشار الكل يجب أن تخرج خلص الآن يعني ورقة جديدة تكتب من تاريخ العراق وعليهم أن يساهموا كلهم في كتابة هذه الورقة اشتروا حياتكم الآن العراق لديه فرصة أن يشتري حياته المواطن العراقي فليخرج الجميع يخرجوا أمهات آباء صغار كبار لكلهم يخرجوا ليكونوا الموجة الكبيرة اللي يزيح كل هذا السواد عن وجه العراق وعن العراقيين لكي يصنعوا حاضرهم ومستقبلهم بطريقة تليق بهم تليق بهذا الشباب تليق بدماء اللي قدمه حرام هذه الدماء الزكية للشباب أن تذهب صدا حرام أن نتركهم بالشوارع لوحدهم يقاتلوا من أجل ماذا؟ يقاتلوا من أجل وظيفة هؤلاء ليسوا يقاتلوا من لا وظيفة تقنعهم ولا أي شيء هؤلاء يريدون وطن وما داموا يريدون وطن يجب أن يخرج كل الوطن معهم هذه هي الدعوة الآن هؤلاء يجب أن لا يتركوا لوحدهم لكي لا تستفرد بهم الميليشيات والطول لأنها قد أعدت عدتها للجوم عليهم إيقاف هذه وتحييدها وخسارتها لسلاحها بخروج العراقيين كلهم إذا ما خرجوا بهذه الموجات الكبيرة سينتهي كل شيء وبسرعة وبأقل القسار نعم إذن شكرا جزيلا لك دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي وشكرا لمتابعتكم مشاهدين الكرام في كل مكان إلى اللقاء اشتركوا في القناة